طيب الحاجة التانية وهتكلم فيها بس مش بتفاصيل لأن المعلومة كانت معايا بالضبط من حوالي 48 ساعة وعلى هامش نهائي كأس العالم للأندي كنت بالصدفة كده بتصل بأحد المسؤولين في الجامعة الملاكية المغربية وعايز أعرف يعني إمكانية أقاد المكتب التنفيذي للكاف عشان تحديد الدولة المرشحة لإستضافة كأس الأمم 20-25 طبعا قال لي الموضوع ده تأجل لأجل غير مسمى فما فيش اجتماعات لللجمة التنفيذية في الكاف خلال هذه الفترة عشان تحديد الدولة المنظمة ولكن فجئني بخبر أنا بعتبره على المستوى الشخصي أو المهني أو القروي خبر سعيد لأن نسخة كأس العالم للأندي في المغرب كانت من النسخ النكحة على المستوى الجماهيري وشاهدة حضور جماهيري والنادي الآلي حتى في بياناته الرسمية وفي كل أخباره على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية على السوشيال ميديا أشاد بالاستقبال والتنظيم الرائع جدا للأشقاء في المملكة المغربية كأس العالم للأندي خلال الفترة اللي جاية متبق نسختين بالنظام القديم قبل ما نروح للنظام الجديد 24 نادي في نسخة عام 20-25 فأنا بتكلم معاه بخصوص الدولة المنظمة قال لي فيه اتجاه وفيه اتفاق تم على هامش هذه النسخة اللي أقيمت في المغرب في الفترة من واحد ل11 فبراير إن إحدى النسختين يعني نسخة 23 أو نسخة 24 يعني لسه ما تمش الاستقرار بشكل رسمي أحدهما المغرب هتنظم فيهم نسخة كأس العالم للأندياء للمرة التانية على التوالي طب هل ممكن تبقى النسخة اللي جاية ولا اللي بعدها قال لي ده لسه هيتم في اجتماعات خلال الفترة الجاية ولكن فيه رغبة من المغرب إنها تستضيف نسخة لكأس العالم للأندياء وهيكون الأمر ده مرتبط أكتر لو تم إسناد تنظيم كأس أمم إفريقيا عشرين خمسة وعشرين للمملكة المغربية وبالتالي تبقى نسخة كأس العالم للأندياء تجربة لبعض الملاعب اللي ممكن تستضيف كأس أمم إفريقيا خلال الفترة الجاية ويبقى نسخة استثنائية قبل استضافة المغرب إذا تم إسناد لها تنظيم عشرين خمسة وعشرين إذن في الكواليس قد يتم إسناد تنظيم كأس العالم للأندياء للمرة التانية إلى الأشقاء في المغرب كأحدى النسخات القادمة سواء نسخة عشرين تلاتة وعشرين أو نسخة عشرين أربعة وعشرين عشرين خمسة وعشرين بالنظام جديد كانت اللجنة التنفيذية في الفيفا اعتمادته في قطر على هامش كأس العالم وهي بأربعة وعشرين نادي ولكن لم يتحدد أين ومتى ستقام هذه النسخة في الفترة اللي جاية في انتظار طبعا اجتماعات اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي ترجمة نانسي قنقر